السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخامس للكتاكيد. زي ما وعدتكم ان الفيديو بتاع الحلقة دية هيكون موضوع عن الجير في فرشة الكتاكيد. انا شلت النشرة القديمة. نسيب باقي الجير لانه الجير مع ملسك توبة. عافظ على ان الفرشة تكون جفة. اهو زي ما حضراتكم شايفين الجير مازال هوك موجود. فوايد الجير ان هو بيمنع الرتوبة ده اول حاجة. وانه هو مطهر. مطهر للمكان. ويمنع انتشار الحشرات. ومفيد حتى لو الكتاكود اكل منه ما يضرش فيه شي. هنجيب شوية جير. نزود بهم. المكان كمان. ههو زي ما احنا شايفين. شوية جير. قطينا شوية جير. نوزاهم في المكان. شوية جيد. نوزاهم في��라ليم. و UNC اخذega ذاتا. رآور 카فوية. Wardن ارتد. مستعمل. شوية جير Chinairens اٹهم في المكان. و Angieل欣 وال pewno cherish نحن نغيب المشارة نحن نغيب سيكون اشتركوا في القناة النشارة دية بالطرقة دية فهتستحمل معي الفرشة دية كم يوم من غير الجير ممكن اغيرها مرة او اتنين كل يوم من غير الجير فالجير بيحافظ على جفاف الفرشة ويحفظهم من الامراض اشتركوا في القناة وتضغط زر الجرس علشان يوصلك الفيديوهات القادمة عن تربية الكاتاكين اشتركوا في القناة